هذه الأسلحة ذات المناشئ المختلفة مع ذخائرها هي حصيلة ما تم ضبطه من قبل قيادة عمليات البصرة العسكرية خلال حملات الدهم والتفتيش التي تنفذها لمصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لا سيما تلك التي بحوزة العشائر التي تستخدمها للتناحر فيما بينها وشددت قيادة العمليات على أهمية حصر السلاح بيد الدولة بعد إقرار قانون الحجد الشعبي اليوم الأسلحة الخفيفة شرع القانون تكون في كل بيت سلاح خفيف واحد ولكن الأسلحة المتوسطة ستكون عرضة لإلقاء القبض عليها في هذا المجال بعد إصدار قانون الحجد الشعبي كل سلاح سيكون عرضة للتفتيش وعرضة للقاء القبض ومحاسبته وفق القانون وتحصل معظم العشائر على السلاح بواسطة تجار يمتهنون بيع آلة الحرب لهم التي راجت مؤخرا وتؤكد الجهات الأمنية على أن هذه الظاهرة انحسرت وتراجع معها مستوى الجريمة بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها القوات العراقية كان عندنا تجارة أسلحة واضحة جدا واليوم تكون معدومة أصلا أيضا جرائم السطو المسلح وجرائم الخطف وجرائم المخدرات الآن في انحسار كبير جدا نتيجة ملاحقة القوات الأمنية لهم ونتيجة إعداد قوائم وقاعدة بيانات لهؤلاء المجرمين تمثل هذه الترسانة العسكرية جزءا يسيرا من السلاح الذي ما زالت تبحث عنه الدولة هنا والذي دائما ما يستخدم في القتالات الداخلية ومنها النزاعات العشائرية المسلحة ضبط هذا السلاح وعلى ما يبدو ليس بالأمر الهيين في ظل نفوذ وقوة الجهات التي بحوزتها وتبرز مخاوف هنا سببها الأسئلة عن مصير السلاح المرفوع حاليا بوجه داعش بعد اندحار هذا التنظيم وهناك من يقترح على الدولة أن تقوم بشرائه من حائزه في سبيل جمعه يوجد لدى العشائر أسلحة فتاكة أكبر من المتوسطة في بعض الأحيان وهذا ربما سيضر علما يوجد تخوف واضح لدى الشارع العراقي بعد الانتهاء من داعش أين تذهب هذه الأسلحة قدمنا مقترح بشراء الأسلحة وهذا نوع عمل به في زمان النظام السابق ولم يعمل به حاليا علما حاليا الحكومة العراقية عاكفة على شراء أسلحة بأسعار باهضة وكبيرة ويقول خبراء الأمني أن ضعف الدولة هو من سمح برواج السلاح ومتى ما فرضت قوتها ستنتهي تجارته حتما سعد قصي الحرة مدينة البصرة